ربنا سأمسيكم بالخير إن شاء الله إن شاء الله الصوت واضح حوابكم كليكم ؟ حوابك ياسير ، حوابكم كلكم يا شباب ربنا سأمسيكم بالخير إن شاء الله اه عاي اللي فيش ناع حسين اه ربنا نسيكم كلكم بالخير ان شاء الله اه لا على تمام ان شاء الله انا حقيقة هتكلم بس اللايب ده ان شاء الله مختصر كده دار اتكلم عن النقطتين بالتحديد اللي هي القضية بتاعت العام الدراسي وما صاحبه من لغة والقضية التانية البيان بتاع الحلو أو رفض الحلو لما يسمى بالمجلس شركاء الفترة الانتقالية لكن في البداية خلونا كذا نصح الله سبحانه وتعالى ونصح الله إنه يزول باسمه على الله يبدأ إنه يدعو الله سبحانه وتعالى إنه شي السيدة الإمامة الصادقة المهدي يبدو إنه حالته ساءت يقال إنه في مشكلة في الريئة عنده في التنفس ودي أخبار غير سارة يعني وطبع لأنه رجل بلغ من الكبرعيتية والمرض دائما يعني إنه من يكون الزول كبير وكذا بيكون عندي إشكاليات طبعا فحسب الشيء المعروف إنه حالته رغم إنها كانت كويسة لكن يبدو إنه حصل له انتكاسة في الحالة الصحية حقه أنا أسأل الله سبحانه وتعالى إنه شي الإمام نختلف نتفق معه الناس يختلفوا يتفقوا معه لكن آآ الإمام رجل معه ساهل يعني رجل معه ساهل آآ الظروفة الحالية بتاعت البلد دي آآ نحن ما محتاجين نفقد فيها أي زول مهما اختلفنا حتى وين اختلفنا لكن البلد محتاج لكبير محتاج لزول عاجل محتاج لزول حكيم آآ الإمامة الصيدة الصادقة المهدي تختلف تتفق معه لكن ما بتقدر تشكك في وطنيته يعني مهما اختلفت معه مهما قلت فيه أي حاجة يظل رجل وطني آآ هاي هو عنده مواقف عنده مواقف سلبية عنده مواقف حول السورة كلام ده كله ضد التغيير دائرة حافظ على الامتيازات بتاعة الأسرة ده كله قدم أولاده عمل كلام ده كله لكن من تغارن الصادقة المهدي بالآخرين تجده اكثر وطنيا يعني رجل لا ما بتقدر تغضح في وطنيته يعني وديل نحن محتاج لنا يعني هو في النهاية رجل يعني انا زي ما قلت تختلف تتفق معه آآ يظل رجل معلم معالم البلد آآ غيابه من الساحة وغيابه بيأسر يعني البلد الآن محتاج له نحن الآن عندنا صراعات في الشرك في الشمال. في أبو دليك البلد تعج وتمج هنا وهناك في خلافات في صراعات لكن محتاج الصوت العقل يعني لازم البلد دي يكون فيها كبير. لازم يكون فيها زول العاقل لازم يكون فيها زول مدرك لخطورة الواقع. السياسة الموجود في البلد. والصادق المهدي يدرك هذه الواقع. أنا والله اطلاق الله سبحانه وتعالى وأدعو الله صادق انه ربا يشيق. واصل الله سبحانه وتعالى انه رغم انه انا زي ما قلت ما كنا داعنا نتكلم لانه انا من جاءت الفرصة بتاعت المرض حقته ما قدرنا نتكلم نقول انه مشى الامارات ليه يعني في حيات كثيرة ماذا ان نقول لانه اه خلاص دي تغديراته دي تغديرات الاسرة حقته وتغديرات اه تغديرات الرؤوي انه يوده الامارات وكده فما حبيت انا من اول يوم صادق اه سفروه قلت نحن خلونا نجنب كله كله بجانب لنحن نحتاجين انه البلد ما بتتحمل الواقف بتاع البلد ده او الله ما بتحمل ما �تحمل ما بيتحمل اي في ناس حاف دين وفي ناس حاسودين وفي ناس دايين فارتقوا البلد وفي ناس جارين البلد للصراع هذا لانه دي مصلحتهم في قوة سياسية من مصلحتها انها تأجج الصراع في البلد. في قوة سياسية من مصلحة ان تعمل. وسنجا تتلعوا عنه في النقطتين الدار اتتلعوا عنه. لكن السيد الصادق المهدي يظل رجل وطني ويظل رجل صادق اختلفنا اتفقنا حوله. اه رجل يظل من السودانيين. يعني اصلا ما بتقدر تختلف معه وتتفق معه. اه يظل رجل سوداني اصيل. انا اقولها بابن الفهي يعني الصادق المهدي رجل وطني اصيل. وما عنده. يعني ما مشى في طيلة يعني لما انت راجح سيرته وتاريخه بتلقاه انه مواقفه تختلف تتفق معه. ما بتقدر تصفه بالصفة الخيانة للبلد ولا كده يعني. ظل دائما يتحدث عنه. دائما ظل دائما ظل يمسك العصى من الوسط. ظل دائما يحافظ على شعارة معاوية. لانه يعني في النهاية نختلف نتفق معه. عندنا مآخذ عليه. لكن وجوده الان في المرحلة المفصلية من مرحلة تاريخ السودان. وجوده هو وجود المرغني. صدق يوسف ذاته قاعد في القاهرة. صلى الله ربنا يشيو. دين الناس كبار في البلد اذا هم في لحزة من اللحزات حكموا صوت العقل ووجهوا قواعدهم ووجهوا طاغاتهم في انه يدفعوا في اطار الوحدة بتاعت البلد وفي اطار انه البلد دي تمشي لقدام صدقون البلد دي ستعبر. لكن اذا الكبار دين ما احكموا صوت العقل وما قاعدوا تحب وتداركوا الواقع ده البلد ما بتمشي. البلد دار كبير. من دون كبير ما بتمشي. ولذلك انا اصلى الله سبحانه وتعالى. اه كامل تضامننا مع عسرة الامام. اصلى الله ربنا يشفيه. اصلى الله. واسأل الناس انه كل الناس يدعو ليهم. مهما اختلفت معهم. في ناس الان طالعين شمتانين. هو الموت هذا ما عنده كبير ولا عنده صغير. الموت لا يختار يعني. الموت ده منا من بيجي صحي. اه الآن الظرف هو كده. لكن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكتب للسيد الصادق المهدي عمر ويموت كتار جدا من الناس الان بيفتروا بيتبجحوا على الصادق وانه دارين يتمنوا له الموت وكده. الموت ما بيكتل. المرض لا يكتل. المرض ما بيكتل. الكوارس ما بتكتل. لكل ما بتكتل. بيكتلك يومك. هادي مسببات. لكن بيكتلك يومك. يومك هو اللي بيكتلك. عشان كده ربنا اقول شنو? وما كان لنفسي ان تموت الا بازن الله كتابا مؤجل. يعني لما يجي اجلك ده اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فانا اصال الله سبحان وتعالى انه الصيد الصادق ربنا يشيو. واصال الله انه كل الناس يدعو له. تختلف تتفق معه ما يدعو له. نحن ما محتاجين البلد ما محتاجة مزيد من ما محتاجة تفقد مزيد من عقلاء او مزيد من حكماء يعني. نحن ندعو بعد ذاك ارادة الله هي السابق. اذا ربنا سبحان وتعالى كتب له اجل في هذه الدنيا سيأتي الصادق واذا ربنا سبحان وتعالى ما كتب له والله هذه الاعمار بيد الله كلنا ميتين. ما معروف نموت الليلة نموت بكرة لكن نسأل الله سبحان وتعالى انه يحسن خاتمتنا. على الاقل الناس الهسة شمتانين ديال على الاقل الصادق ذا نشهد ليهو. نشهد ليهو انه زول عاش مسلم وسيموت مسلم وكده يعني. لكن في ناس الان شمتانين في الصادق وما ما معروف مصيرهم جنوب. في ناس شمتانين في الصادق وما زاتوا ما عارفين نفسهم بيمشوا اين. لكن نسأل الله سبحان وتعالى انه يرحم البلد كلها. اجل القضيتين اتدار اتكلم عنها القضية بتاعت التعليم والقضية بتاعت البيان بتاع الحجوم. قضية التعليم اللي تأجل فيها العام الدراسي طيلة الوقت ده كله. الان احنا فقدنا العام الدراسي. طلعت وزارة التربية والتعاليم بحلول سحرية جدا. انه والله يتوزع ستين الف رادي. وتكون عبر اللي هي تبقى الدراسة عبر الازاعة وكده اه الناس يرجعوا ازاعتهم درمان ويرجعوا والناس يدرسوا وكده. والكلام ده الكلام ده هم في ظاهره او في في الجوهر الحقه دارين يقول والله انه البلد في كورونا والوضع الصحي ما بيسمح. انه والله لانه في كورونا. وطبعا هم باستخدامات استخدامات سياسية. الان البيانة الامس طلع والي الخرطوب. بيتكلم عن انه والله منع التجمعات ومنع البيت. الان التجمعات شغالة يعني. بدليل انه الدولة في يوم يوم اللحد يوم خمستاشر اه الشهر ده زاته خمستاشر نوفمبا. الدولة بحكومتها كلها كانت محتشدة في ساحة الخضراء. وفتحت الساحة الخضراء وجو جو ملايين الناس يعني. وجوه ناس بالالاف يعني. الدولة الان ولم اسمها ما بعرف واحد اسمه النصر ولم نعنده حفلة في نادي ضباط الشرطة يعني. ما كان الاحتفال. الدولة فاتحة يعني. الان الصفوف بتاعة البنزين وصفوف القضية هي ما قضية كورونا. لكن هما دارين يجيلوا القضية فيهن والله البلد الان فيها كورونا. ولانه في كورونا دارين نوزع روادي دارين القضية قضية فشل. دولة فاشلة بس. الدولة الان فاشلة لا قادرة تفتح مدرسة. لا قادرة توفر كتاب. لا قادرة تعمل اجلاس. خليك من التعليم المجاني وخليك من الوجب وخليك من الشعارات اللي بيعملوا دي. الليلة حكومة جاء في القرن الواحد عشرين. تقول ليه انا دار اوزع الروادي للناس. ان نمشي معاكم بالروادي. هتشتغل بشنو الروادي. سؤال. رس هنا سؤالكم يعني. سؤال قلنا خلاص على الناس كل زول مش اجاب رادي ولا الدولة. خليها ما سألنا الدولة. الرادي ذا الهس يتدعين تقربيه الطلبة ده. هل هالرادي ذا? يعني لو افتكرنا انك اتا ماشي. اتا ما ماشي لانه القضية قضية كورونا. عشان نكون واضحين القضية ليست قضية كورونا. والقضية ليست قضية ادراءات صحية. وليست القضية لانه البلد فيها كورونا. ده ده كلام اي في مرض كورونا في في حالات بتجي في ظروب بتجي العالم ده كله مفتوح. العالم ده كله مفتوح. هس ان احنا هنا في انجلندي دارين المدارس دي تكفل ابو يكفلوها. ابو يكفلوها. مع انه اشتراطات الصحية والان جاي الكريسمس والبلد مكفولة وكل مرة دارين يكفلوها دارين يكفلوا المدارس عشان الولاد ده اللي قعدوا في البيت رفضوا يكفلوا المدارس. بعد ده. بعد ده. في اشتراطات صحية بعملها الناس لكن المدارس فاتحة. هما لما انجوا عملوا قرار اغلاق المدارس. اللي هسي اكصد اللي دارين يتكلموا انه والله ان احنا دارين المدارس. لكن دارين الناس تقرى من بعد. بالرادي هو ولا بغيره. لانه الدولة فاشلة. انها تفتح. ويتو خليكم منطقيين. انتو خليكم عندكم الجرأة. اطلع وقولوا والله ان احنا كحكومة حكومة فاشلة. انتو اصلاكم فاشلين. فاشلين وهوانات ومنتهيين ورمم. كل حية نقولها فيكم. يعني مهما قلنا ما نقدر نوفيكم حقكم. لكن ما تتعزروا بالكورونا. الحكومة دي حاولت كم مرة. ارجو اشوفوا هنا. حاولت كم مرة تجيبت الطلبة وفشلت. حاولت كم مرة تجيبت الطلبة وفشلت. هو الفشل لانه الليلة في الراديو. الفشل لانك انت في كورونا. ولا الفشل الحقيقي انك انت الليلة ما قادر التوفيب ومتطلبات المرحلة التعليمية. ما شاء تلغيت الكتاب وما عندك امكانيات انك تطبع الكتاب. انت الان واحدة من اشكالياتك. نحن عشان نكون صادقين. عشان ما تقول تبوشو الناس. لانه التعليم العام الدراسي اللي بنتهي الليلة. لانه لو قلت هس لو انا قلت لك بالراديو ما بتقدر تجري الناس. هس لو قلت لك بالراديو. تجري الناس. الستين الف راديو الدار يجيب عنه. هي دولة دي? هي دولة دي قادرة توفر ستين الف راديو. هي لو دولة دي قادرة توفر ستين الف راديو كان عبرت بالبلد. عشان ما تسمع الوهم بتاعهم ده. ستين الف راديو دي هتشتغل بكهرباء ما عندك كهرباء. هتشتغل بحجر بطارية. حجر بطارية بكم? سؤال. الدولة تجري قادرة توفر حجر بطارية. حجر بطارية سعره كم? عشان يشغلوا بالراديو. سعره كم? ما نمشي معك بالمنطق. هتشتغل لك هس هما بيقولوا لانه ده كله كله عبط ساكت. عبطين والله نحنا دارين نمشي ودارين نعمل مع جامعات. قبل كده مش قالوا الجامعات والقراءة عن بعد. على ليلة قال اي طالب الليلة عنده اغلب طلبة الجامعة ده شاعلين سمارتفون يعني. الواحد عنده سمارتفون مربوط بالنت حتى ما طالب. انت كجامعة الام مؤهل. هس جامعاتك دي كجامعات هي كله فايد. خليك انه والله الانقاس عملت والكيزان عملوا. ما جيتوا سلموك جامعات. ميزانياتك وين? وين القروش حقة البلد? ليه ما قاعد توفر في كل جامعة ولا ما قادر توفر ليك بتاعك. الا قادر توفر في كل جامعة. انا بتكلم عن الجامعات. انت عندك الجامعات الحكومية. ما انا ما بتكلم عن المدارس. لانه المدارس دي السانوي والدي الاف المدارس. الاف المدارس عشان انت تبدأ وتقول تعمل وتسوي. ده كله كذب. لكن لانه حكومة عاجزة. بتطلع وزيرة مالية بتقول نحن عاجزين. الانه الدولة عاجزة عن انها توفر امكانيات. الدولة عاجزة. الدولة ما عندها موارد. الدولة مفلسة. الدولة السودانية دولة مفلسة. الدولة لا تملك. طلعت قوى الحرية والتغيير الليلة قالت انه البرنامج بتاع الموازنة سيفكر الشعب. والشعب منتظره سنين عجاف. يعني انتم متخيلين. انه قوى الحرية والتغيير الان اللي بتبكي. انه بتبكي والان بتستخدم الحلو. كويس? انا اتكلم عنها بعدين. هذه الحكومة هي عاجزة انها بتبشرك بسنين عجاف. يعني انا دار اسألكم. هل في سنين عجاف اكتر من الشاهدة الشارع السوداني الان? يعني في كارثة اكتر من الشاهدة الشارع السوداني الان. في كارثة اكتر من ان الشارع السوداني للا لا 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 يOSHكي رغيف لا 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 لاي9 و داي انا بيكلت ابيها في سبعة ايام لا شافت كهرباء ولا شافت التنضر وتعني وكده انا جلت لك التلفون بتاع الموبايل لشان تشحن في تلتمية جنيه. دا مواقع ما هي في الدولة بتاعة هتهاواناتtır。 دولة وزيرة مالية هيبة. ودولة رئيس حكومة عبدالله حمدوك. ليه ما يحصل? دولة دولة دي تقلق فيها رجال دولة? ما فيها رجال دولة. دولة الليلة عاجزة عن كل شيء. والمعلمين لانه جو قالوا يوم تسعة وعشرين حداشر عندهم اضراب. انت اضراب المعلمين ده طرحوا فيه اربع حاجات. قالوا ليك واحد تسوية الراتب. انت جيد قلت المرتبات. عندهم اربع شروط طرحالك في الطربيزة. انت ما قادر تستوفي شروط العملية التدريسية. دار تختصر التعليم. في انك تمشي تعمل لي برامج زعية عشان تجيب ناس عشان تقول لها الطلبة تعالوا اقعدوا في الرادي. اخواننا نحن قاعدين مين? نحن في العصر الحجر? سؤال كده نسألكم. نحن في العصر الحجر? نحن عملنا سورة لهم. سؤال نحن السورة دي قامت لاشنه? كده اسأل اي قاحات يسأل نفسه? اي سؤال والله. نحن نسأل كل السورة دي قامت لاشنه? لماذا قامت السورة? جاءوا على الاسئلة ايه? اذا انت قومت السورة وكان فيه نظام بحكم البلد بصرف تمانين في المية من مزانية الدولة للحرب. يعني تمانين في المية من مزانية الانغاز كانت بتمشي لحرب. لان البلد كانت منتقصة في اطرافها. غرب شرق جنوب معارك مشتعلة. انت جيت الليلة ما في حرب. نحن بنسأل ما في حرب الليلة. الليلة ما في حرب. تمانين في المية من ميزانية الدولة كانت بتصعب على الحرب ويكفر. الليلة ما في حزب حاكم. اللي هو عنده مؤسساته. الحاكمة بصرف جروشة. اين زهبت هذه الاموال? ماذا من حقي انا ومن حق المواطن ومن حق المواطن يعرف. ومن حق اي زول يعرف الان موجود في البلد دي. الدولة السودانية دي دولة منتجة. اين زهبت الاموال? انت جوك المعلمين قال لك تسوية الراتب لان كنت الليلة المشكلة الحقيقة ما تدفع مرتبات المحلمين? اطلع قل ما قادر ادفع مرتبات المحلمين. قل ما قادر ادفع التسيير. متل اه ما قادر تدفع التسيير. تسيير شنو تدفع? انت ما قادر تدفع لا قادر تدفع التسيير. لا قادر تجيب التبشير. لا قادر تدفع الموية. لا قادر تدفع الكهربا. بالمناسبة العملاء في المساجد. سحبوا منها الكهربا بتاعت المساجد. ووقف الدولة ما بتقدر. دي دولة? وجاي انت اتباكو? جاي انت اتباكو انه والله دارين يسرقها مننا ودارين يشلها مننا دارين عملها مننا. انت الان ضيعت مستقبل التعليم. وبتتكلم عن حلول الصنات مع عملية. حلول مع عملية. انت بتقول لا انا دار اجيب ستين الف رادي كويسة ستين الف رادي ديل. هتجيب لون عملة صح? انت دار تستوردها صح? لو الرادي ده بتستورده ان شاء الله بعشرة دولار. انت هتجيب قرشة ستين الف رادي من وين? ما وزيرة ماليتك طلعت. الهمامة المبجلة دي ما طلعت. قالت نحنا قالت عديل وزيرة المالية دولة مفلسة. الدولة دولة مفلسة. دولة بدون موارد. دار تجيب ستين الف رادي. كويس ستين الف رادي لو حملت وصرا طلبة قلت لون جيبوا الرواد. هتجيب لون حق الحجر من وين? هل في حجر بطارية الان متوفرة? هل هي يعني زول ممكن اتناولة تحت اي وقت? هل الرادي اللي بيشتغل لو دار تشغله بكهرباء? ولا دار تشغله? ولا دار تشغله? هل فيه? اي فيه? عشان تجد اقول ليه والله دي حلول? لانه نحنا داينا جاعد الناس البيوت لانه في كورونا? انت قعدت الطلبة في البيوت مع انه الطلبة الان الطلبة بتاع المدارس ديال شريحة الوحيدة المفروض لانه وفقا للبرتوكول بتاع كورونا في العالم ده كله. هس المدارس فاتحة. ليه المدارس فاتحة لانه بيقول لك ديلة ديل اقل شريحة في المرض لانه الناس فت وشباب واولاد صغار وكذا بيمشوا وبيجوا عادي هس المدارس دي في كل الدنيا بتمشي. لا ادون لقاح لا ادون اي حاجة بيمشوا لانه بيقول لك ديل ما بيتأثروا بالمرض. عندنا المناعة الطبيعية. عندنا اي حاجة? انت الليلة ديل. الهس الطلبة الانت هس بتتكلم عنهم ديل. الدار تجيبهم ديل لو خليتهم فكتهم في الكورونا ما بيجيون حاجة. صفوف الرغيف بتوقفها كاف. صفوف الرغيف بتوقفها كاف. صفوف البنزين بتوقفها كاف. صفوف الادوية بتوقفها كاف. الليلة السودان كله صفوف. ويا ريتها لو توفرت. يا ريتها لو توفرت. ما نحنا الليلة ما بنتكلم انت رفعت الدعم. ما مشكلة نحنا قلنا خلاص الدولة رفعت الدعم. وانا ما جيت رفعت الدعم قلت انا رفعت الدعم عشان اطور التعليم. انا اذكركم بخطابكم. خطابكم قلتوا نحنا رفعنا الدعم عشان الدعم ده يمشي للمستحقين عشان الدعم يمشي للتعليم مجانية التعليم مجانية العلاق انت قلتك كلام ده وانت رفعت الدعم الدولة زماني كانت بتدعم الدولة كانت بتدعم في اليوم اكتر من عشرة مليون دولار ده سؤال جوا عليه اكتر من عشرة مليون دولار انا تسحبتها من الدعم مشت وين العشرة مليون دولار انا كلامي اللي بقوله ده امشي راجع اضابير وزارة المالية وراجع اضابير الدولة شوف الدولة كانت شغالة كيف? شوف الدولة كانت شغالة كيف? انا بتكلم عن تلتونية اكتر اكتر من تلتمية مليون دولار كانت الدولة بتوفيرها شهرية. دي احتياجات البلد. من الدقيق لكهرباء لوجود لدواء لأي حاجة. دي انا بتكلم عندي. ماشيت وين? ما من حقنا ما حق المواطن يعرف. انت جيت وقفت وقلت انا دار اعمل الكلام ده كله لصالح التعليم. وين تقروش مثل? عشان ما تجي تسوق الناس بالخلاء. انه والله ان احنا الكلام ده عملناه لمصلحة التعليم. ولانه والله التعليم عشان الاولاد يقروا. وهنا اقرر الاولاد بالراديو. بالله. يا اخي يا اخي يا اخي عيب والله. عيب عيب. بعد ما فشلت بعد ما فشلت في اتباعة الكتاب. لانه الامارات وعدت بطباعة الكتاب. لانه المشروع بتاعة تغيير المناهي ده زي ما قلنا اتلمنا عنه. ده مشروع متكامل. مشروع غربي متكامل. بده في السعودية. بده في الامارات. مشا مشا جهنة. الامارات التزمت بطباعة الكتاب. ونما انسجتت الحكومة. ونما انبقيت في الامر الواقع حتى الامارات ابدت تطبع لك الكتب. حتى الامارات رفضت انها تطبع لك الكتاب حقك. ليه? لانه الهدف الاساس مجد ان يتعلم. القضية ما قضية. القضية قضية انه الناس ما بينظروها. نحن من نظر الله انه سنة ضاعت من عمر السودان. السنة دي ستدفع اجيال اتمنى. السنة دي سندفع اتمنى في الاقتصاد في التنمية في الطب في كل حياة. لان السنة دي اشان نعالجة ديس الاسر بتاع السلبي 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 ده اثر ممتد. نما مشات تطبع الكتاب ما تطبع اليك الكتاب. الليلة والله انا واحدة من الاشياء اللي احزنتني جدا. من الاشياء اللي احزنتني جدا انه في تغريدة او في او في بوستي لافي من الصباح بتكلم عن قانون الاسرة. يمكن كلكم شفتوه. بتكلم انه القانون المعدل الجديد بتاع الاسرة. انه ما في حاجة اسمها جريمة شرف. يمكن كل الناس مرى يعلون التعديل له. تعديل قانون الاسرة. اشان هو ريك انت شغال باشنه? من احنا الليلة الناس اللي بيجي يتكلم انت ما عندك عزر. انت ما ما عندك عزر. ات لو عندك عزر الليلة دولة تدي شغالة وفقا لاهليات ووفقا لاسلاحيات. والدولة تدي شغالة عشان تشتغل بها. والمواطن ما عليش الدولة شغالة. قال لك في حاجة لا يوجد شي اسمه قانون الشرف. قال لك يعني تستطيع الزوجة ياخد كلام. قال لك الله ده هس الكلام بتكتب. هس الكلام ده انا اقدر اقوله في الله. هس الكلام بتاع المادة ده الغيره في القانون ده. قال انتو هس قريتو كلكونا الليلة. قال انتو قريتو هس الليلة ده. هس الكلام ده والله ما اقدر اقوله. اهو مكتوب قدامي لكن ما قادر اقوله. ما قادر اقوله. لانه ما مستساق. انا ما قادر استسيقه عشان اقوله. ده ده تعدين الان شغال في القانون. انوس اتكلم عن قانون الطفل. انوس اتكلم عن شنو? اتكلم عن الدين. اتكلم عن الماس something اتكلم عن دي كلها. لكن ما في زول. لميїee الكلام ده بتم. الكلام ده بتم. لانه هؤلاه هوانات وعملة. وزير التربية والتعليم شاهل 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 قورته. شاهrare حقتو. مش السفارة الهولندية. مش السفارة البريطانية. وزير التربية والتعليم. ده الورق لطباعة الكتاب السوداني. دائر ورق. مشى لما لفه سفارة وحيدة ادت تلاتين الف دولار. الرجل جاته عزة نفس. قال انا تلاتين الف دولار ما دائرة. شحاده شحاد ماشي يشحد دار له تلاتين الف دولار عشان يطبع بها الكتاب. لان انت ما شغال في دي. انت شغال الليلة بتحري في قوانين الاسرة. انت الان شغال تفكه. انت الان شغال يفرقون بين المرء وزوجي. ما يهدى ذاته. القرآن ما بتكلم عني انتو. مش الله قالوا يتعلمون منه م يفرقون به بين المرء وزوجي. ما الشي اللي عملت ه التحديل في قانون الاسرة بين العلاقة بين الرجل ومرته الكلام الاناسي ما قادر اقول ده. الكلام اللي ما بيطلع ما قادر اقوله عنه. ما قادر اقوله ده. ده ما تفريق بين الرجل وزوجته. ما دعوة للفساد في البلد. ما دعوة للفجور في البلد. ما دعوة انت انت تدعو الناس كلهم. كلهم. والله ما قادر اقرأ. ما قادر اقرأ. نفسيا ما قادر اقرأ. ما قادر نفسيا ما قادر اقرأ لكن بتلقوها قاعدة في في الفيسبوك لا فرح. دينا الان شغالين شغالين في الكلام ده لانه ما شغال الدولة ما شغالة لانه الدولة الدولة ما شغالة. التعليم ليه بيتكلم عن التعليم لانه ما دارين يعلموك. ما دارين يعلموك؟ إيه تهس السعودية دي فيها تعليم؟ هس الامارات فيها تعليم بس ألكن بالله فيها تعليم؟ لما الامارات تجي تتكفل تقولك أنا دار أطبع الكتاب التعليم في السعودية بيخرج شنو؟ سؤال بيخرج شنو؟ أنا ما دار أسألكم بس التعليم في السعودية بيخرج شنو؟ والتعليم في الامارات بيخرج شنو؟ التعليم في الخليج ده كله بيخرج شنو؟ ما إنهم إمكانيات ممكن يجعلوا بلدهم من أحسن أنواع التعليم؟ كلمة يقول لي السعودية بتخرج شنو? خرجت مهندسين صنعوا دبابة. خرجت مهندسين صنعوا طيارة. خرجت دكاتر عملوا لقاحات عملوا. خرجت شنو? ما تعليم اجوف. ما هو تعليم اجوف? التعليم اجوف الان ما بيخرج لك خبرة ولا بخرج لك لكن بيخرج لك بندجية وطلبيية. الواحد يجيبوه في مسابقة ولا في برنامج? والله الخليجين لها. لما يجيبوه في مسابقة بتاعك معلومات عامة انت تهجل انك تحضر برنامج حقا. لانه خواء طلعون خواء. طلعوه الناس ما عندهم. قررون لكن قررون جراية خواء. زي جراية حمدوق دكتورة حمدوق. الخبيرة الاقتصابي. نفس طيبك الاصل. ليه? لو ما دارين جيل يتخرج. ما دارين جيل واحد. ما دارين الناس يتخرجوا مؤمنين بقيامه. ما دارين شباب يطلع متعلم بقيامه. لانه دارين يفرغوك. دارين يطلعوك بندجة. دارين يطلعوك. اجيال لا تعرف معنى للحرية ولا تعرف معنى للعدالة ولا تعرف معنى. ده الان الشو اللي بيعملوا فيه. وزيرك شاهد ماشي يشحد. ما انتوا قولوا ان احنا فشلنا في طباعة الكتابة المدرسية. قولوا ان احنا فشلنا في اجلاس الطلب. قولوا ان احنا فشلنا في اننا نوفر حقوق ومستحقات التعليم. عشان كده دعين نجري الاولاد بالراديو. في عملاء لشنو المدارسة. ليه تجريهم بالراديو? امتل هسي جاعد ده من حقك ايتو ديل مش نما نجيتو قدتو التعليم ده انتهى وجنعة الخرطوم والكزان دمروا التعليم وحق الطلبة. الدولة من حق الطلبة الاولاد ديل من حقهم ده حق الدولة عليهم. عشان بعدها نما نجي نقول لهم نحاسبكم عشان الدولة دي ما نيجي يبناء. الدولة عندها حق. اذا الدولة ما ادتونا الحق ما تطالبهم بالحقوق. الدولة حقوق وواجبات. ده حق الشباب ديل. حق الاولاد ديل. يتعلموا. يتعلموا الروضة. مجانوا. يتعلموا الاساس مجان ومفروض يتعلموا السانوي مجان. لو انت اصلا تتكلم عن شعارات الدولة. الان جاي انت اقول ليه يا اخي? نحن داينا مش نجيب روادي عشان نوزع الروادي على الناس. والناس يقعدوا. ليه? انت بتعرف قعد الطلبة في البيوت ده بيخسر الاختصاد كم? انت بتعرف الكلام ده? انتوا عارفين انك انا ما انت قول المدارس والطلبة يقعد في البيوت. انت عارف ده بيخسر الاختصاد كم? لانه ده بانتهي من العجلة. انتوا ما ما تفهموا الكلام ده? كلام نيفاء. يدرسوه كله كاب. ولا يفهموه كله كاب. لكن خليتونا مسخرة. خليتونا مسخرة بين الشعوب. خليتونا مسخرة يا اخي. يا اخي. يا اخي. نحن في القرن الواحد وعشرين الان. الناس في المريخة الان. انا الان الناس بيستخدموا ما بعرف اه بيقول لك شنو تقنية ما بعرف سلاسية الابعاد. يا اخي حرام عليكم. حرام عليكم. الشي اللي بتعمل فيه في التعليم ده? والشي اللي بيستوي فيه ده? لانه فشلت في مواجهة حق المعلمين. لا مرتباتهم. لا التسوية حقتهم بتاع تعيض الضحية. الكلام الشروطة الاربع جابوها المعلمين خدتوها. فشلت فيها. فشلت ما? حكومة فشلة. عشان كده فشلكم ده? يا اخي اكروا بيو. يا اخي يا اخوانا يا ارحموا البلد دي. ما اتزال فشلت خلاص. اتزال جابوك. وجيت عندك برنامج فشلت يا اخي. لجيت الدولة دي اكبر منك. ولجيت انه البلد دي ما بتقدر تعمل فيها حاجة. يا اخي خلاص قدمي استغالتك وامشي. ما شرطة البلد تمشي منها انت بيجوها الكزا. بيجوها ناس وطنيين. بيجوها ناس عندهم وطنية. بيجوها ناس عندهم الحب لها. بيجوها ناس ذنين اموها. بيجوها ناس عندهم فكر. بيجوها ناس عندهم عندهم الرؤية يعني عنده الرؤية عشان يمشوا البلد الليلة زعلانين زعلانين قحتي كلها زعلانة بيتكلموا عن شنو النقطة التانية قضية مجلس شركاء الفترة الانتقالية طبعا المجلس عمل لهم مشكلة كبيرة جدا الحلو طلع اضطر يطلع بيانه انا اقول لكم بيانه الحلو هزا الحلو طبعا لانه لانه الحلو لازم 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 ينقص شركاءه كويس هما قالوا شنو المجلس بتاع شركاء الفترة الانتقالية اتفقوا انه يكون في مجلس فوق المجلس ده بيتشكلوه العسكر ومجلس السيادة بيجي خمسة عظيم من العسكر خمسة ما بعرف من المجلس الوزراء قحة ترشح اتناشر بعدين يرشحوا اتنين من هنا هما ما اتفقوا قالوا بين واحد وعشرين لا خمسة وعشرين لكن في مجلس المجلس ده اتفقوا عليه في اتفاق جوبا انه يكون في مجلس فوق صمو مجلس شركاء الفترة الانتقالية الليلة ده جينجرس قالوا والله المجلس ده سيؤدي الى سيطرة العسكر سيطرة كاملة على المشهد ليه لانه المجلس ده قالوا هيقلب النسب زماني كانت قحتي عندها نسبة سبعة وستين في المية في تاخده في المجلس بتاع التشريع الجاي شكلت الحكومة منفردة بسطت السيطرة في البلد اخصت الناس الشركاء في السورة اخصت اخصت الشباب اللي كانوا طالعين في الشارع ده كانوا بيشوفوه انجاز يعني انت قاعد تتخيل انه قحتي لما انعملت الوسيقى الدستورية سرقت بها السورة ادت نفسها سبعة وستين في المية وادت نفسها انها الممثلة الشرعي للسورة مع انه قحتي ذيت ما هي السقطت الحكومة براه? انطلق لا. خليك السقح الخالب. الشبابة كانت في الشارع. الشباب كانت في الشارع ديل. السورة السقطوا الحكومة دي. هما ندون سبعة وستين في المية وقالا المجلس التشريع تشكله انتم والتلاتة وتلاتين في المية بتاعت المجلس يت està beggar تشاوركم فيها. وشكلوا الحكومة كلها. قلوا معناس والله مجلس السيادة ده مجلس شرفي. مش مجلس شرفي. هم عارفين ما مجلس شرفي. لكن هما مجلس السيادة يخلون العسكر ويدوا الدولة للعسكر. هما يكونوا قاعدين في مجلس الوزراء يمارسوا صلاحيات الدارين يمارسوا. هما يبقوا شرطة وبوليس يقمع الصوت الاخر. والعسكر يمرر لهم. يمرر لهم حيات دي. وقتها كانت ما? يعني هسا الوسيقى الدستورية. الادكن سبعة ستين في المية يا قحاتة كانت شرعية. والليلة مجلس اللي هو اسمه مجلس شركاء الفترة الانتقالية بيقى معه شرعي. انتم ما تبطل للإستعمال حقك. قلت لانكم اللي جيتوا نفسكم الليلة انتم جيتوا لجيتوا نفسكم انه المجلس ده بيسحب صلاحيات وقال المجلس ده بدي الصلاحيات للعسكر. بالله. هو كده سواء لناس اسألكم. هو هسا البلد دي شنو ما عند العسكر? كده سواء بس. خلي جوبة دي. وانت هشان ما تعليق وجوبة شماعة. ما تعمل جبريل ومني وبتاع شماعة. ما تعليق دي شماعة. كده لحد هسا ده ما ما اخذشو الحكومة. مين يوم حداشر ابريل سقط النزام لحد ما شكلت حكومتكم في ابريل وجات قبلية الوسيغة الدستورية. كده نسألكم سواء ورونا. العسكر كانوا ما مسيطرين على الشيء. عشان ما تسوقوا نظم الخلق. اللجنة الصحية بتاعت كورونا ماسكة الفريق جابر. اللجنة بتاعت الخارجية والعلاقات الخارجية ماسكة برهام بذات نفسه ومشى تلابيب وجاء وعمك داك الدبيت في كاليفورنيا هناك. سكة عم. الحمد لله سكت علىه وخشي نفسه سكت. اللجنة الاقتصادية ماسكة سعادة الفريق. حمدان دقلو حفظه الله في حله وترحاله. الخبير الاقتصادي والخبير الاممي وخبير الازمات الاقتصادية. الفريق حمدان دقلو حفظه الله في حله وترحاله. ده خبير اللجنة الاقتصادية. ما بعرف الاتصالات وشركات الاتصالات كلها يدل. الكلام دي سوابني? كده انا داي اصألكم سؤالة الناس الهس قاعدين يقولوا والله دي سيطرت الجيش. هو الجيش ده ما كان? يعني سؤال الجيش ما كان نصيط له. المشا عمل اتفاق. عنتي بيمنه? المشا عمل التطبيع منه? التاسي مش قلت ضد التطبيع? العمل التطبيع منه? سؤال العمل التطبيع سؤال. هس وزير الاعلام ده سألو قال والله انا ما عندي دراي انه في وسط اسرائيل قاعد في الخرطب. انت ما عارف انه وفد اسرائيل قاعد في الخرطب? انت ما عارف انه في وسط اسرائيل يا خرطب? ما عليكم يا لله يبع عليه. وزير الاعلام وعال. مصطلع قالوا والله لم نشاور? تاور ده تاور والتي. حو ز願íanW Cafe في التاور دي لو دا لنا صغيرة. نقول شنو? ما بتصغر صح او لا بتصغر? تاور ده ما طلع في متور صحفي السيد رئيس جمهورية السودان الديمقراطية المتحدة. مش طلع قال انا عضو مجلس السيادة لم اشاور? يتقعين شاورو? العسكر? العسكر ما ماسكين اي حاجة في البلد? هي العسكر مرتبة تقعين يدوك لها العسكر. حماتي ده ربنا يكتر خالوا. مناسباتك الاجتماعية. مناسباتك الاجتماعية كتر خالوا. هس في واحد. في واحد كذا. اشتروا لبيت. اشتروا لبيت في شارع بي 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 كوان. في شارع الخرطوم اسمه بي كوان. تعرفوا شارع بي كوان صح? الخرطوم اتنين. في بي كوان ده. اشتروا لواحد. هس يجاعد. انا ما بسكر اسمه. لكن بجي يوم بسكر اسمه. اشتروا لبيت. في خرطوم اتنين. ميتين وتلاتين متر مربع. بميتين الف دولار. وقدم ميتين الف دولار هس يبني فيها عمارة. بس خلي العمارة تتم. معا ما العمارة تتم. دار تجيب لها عفش من وين? دار تجيب لها عفش من الصين ولا دار تجيب لها عفش من مصر. ما وماشي يجيب من الصين. لكن جاء جاي احد كورونا ما عارفوا اجاب ولا ما اجاب. ميتين وخمسين الف دولار. ده لعفش البيت. اما كبش عراد ده. وبالتلبوش اجابت من مصر. هس الزولة. هس الزولة. انا ما هسكر اسمه. الليدي بس خلوه. بيجي وكي طبا راح هسكر اسمه. في بي كوان هاي. قويس? في الخرطة اثنين. ها ميتين وتلاتين متر. قويس? دفع له جروش. هدو تاني. تاني تاني. تاني. البيت بميتين الف دولار. ادو ميتين الف دولار. قويس? تاني هدو متين الف دولار. عشان ابني البيت. وبيت عمارة ناصية. وخليها لحد ما تكتمل. وقاعدين بس. احنا قاعدين. اصلا صابرين. لحد ما تكتمل. الهوانات الهس بيتكلم وديه الكويس. هس الهوانات القاعدين الجايين دارين يتكلم يقول لك انه العسكر. العسكر ما? اتو فيكن زول بيقدر يفتح خشمه? انا والله داير زول انا داير زول فيكن يفتح خشمه عشان يقول ليه والله العساكر. والوزير العمارة هناك. يا اخي وسخ 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 والله ما بقى حاجات ولا بتدال زهد. ما قادروا. قادروا حجمه. ميتانة تلاتين متر قادروا حجمه. جيت عدت ارز بتاعة ورسة. دا سماء الاتنين الوريس جشال حقه وهو يشترى من الوريسة التانية. لانه جيت عدت ارز بتاعة ورسة. وهو راجع قاعدة وخليه فتح خشمه. والله انا زي ما اقلت لكم. انا جاعد. بس نحنا جاعدين بس. لكن اصبره. عشان نوريك كمية الفسادة قاعدة البلد دي. هل يجيب لك العساكر. عساكر ما ما بعرف الوسيغة دي ستسحب الصلاحيات. مش سحبت الصلاحيات من العسكر. الوسيغة دي انتهى انهى تقول انهى امتيازاتك اكتها. عشان اخذك الكلام في علاوه. لا لا ما اردل. اردل ما عنده علاقة. داك براو داك حقه براو. الله. الوسيغة الهسية لاتفاق بالتعجوب هذا. جيت الحركات دي. انهت سطوتك انت كزول مدني. او انهت سطوتك انت كقحاتي. لكن ما تقوله العساكر ما تقوله عساكر mäصفهم ما تقول ليه والله العساكر ما تجي تقول ليه والله لانه العساكر سيسيطر على المشهد. العساكر مستيطرين على المشهد. مما تم توقع الوسيغة دي انتو قلتوا المجلس شرفي والمجلس ما شرفي. عشان ما تقول عشان ما تقول تغشوا الناس. لكن الحلو بيقولك كلام ده. شوف الحلو قاشنا. الحلو بعد اعتراضاته دي كلها. قال. اه الحلولة. دي الحياة الظريفة قال. قال الاتفاق ده اول مجلسة. قال سيحول دون وصول الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال. للمشاركة في السلطة. ببعادها عن المشهد نهائيا حتى لا تقوم باي دور في المستقبل. وفي موقفها التفاوضي وبرنامجها السياسي. ده كلام الحلو الليلة. لانه الحلو ازرع من ازرع الشوعين. شغال لهم. الحلو. الحلو الليلة طلع معيان. قال الدي الوسيغة او او المجلس شركاء الفترة الانتغالية. قال مجلس شركاء الفترة الانتغالية دي. قال القصد منه ابعاد الحركة الشعبية الشمال. واخراجها من المشهد تماما. ولانه الحركة الشعبية بعد ذلك جاب كلام لنان. قفل الطريق امام التفاوض. مع الحركة الشعبية جوبا شمال. وجزر المشكلة السودانية. والحاقها فقط باتفاق السلام. جوبا قال يلحقوه. والحلو رافض ان يلحقوه. الحاجة التانية اضعاف مجلس الوزراء ومسادر صلاحياته وافراغه من مضمونه وتحويله الى كيان دستور هلامي. هو مجلس الوزراء ده هسه كده انا اسألكم. الحلو. هو مجلس الوزراء. كده مجلس الوزراء ده صلاحياته. صلاحياتي اشنو? ده بيان الحلو. هو مجلس الوزراء ده صلاحياتي اشنو? مش رايز الوزراء الهمبول ده مش طلع قال انا ما عندي علاقة بالتطبيع ازا صدقنا كلام. اذا صدقنا كلام انه ما عنده علاقة. ليه ما اتخس? ما عمل اكشل ليه? ليه ما عمل ضدان? ليه رئيس الوزراء? انتو كلكم كحكومة. انا بسألكم سؤال الرفع الدعم هنا. سؤال. سؤال يا قحا تجاوب. سؤال انا داركم تجاوب. الرفع الدعم هنا. اتحداكم كلكم كوروين رفع الدعم هنا. قرار رفع الدعم العمل هنا. سؤالين. تجاوب عليهم. تاني ما نتكلم معاكم. نديكم شهادة نقول لكم انتم كويسين. سؤال. سؤالين والله انا دار منه نجابة. وانا صادق مع كل القحات هنا. سؤالين. السؤال الاول منه رفع الدعم عن الوقود وعن القمع. السؤال التاني منه العمل الطبق. بس جاوبة على الاسئلة. وانا قاعد اتفرج فيكم. عشان ما تجي تقول ليه والله مجلس الوزراء مجلس هولامي وانه والله دارين يشيلوا صلاحيات وانه دارين يعملوا. وانه ده كلام ساكت. ده هبيب ساكت. الحلو ما زمان اتكلمناه. انا قلت لك الشروع قبل كده في لايك. مش قلت لك ساكر بعد ما تجي الحركات تاني الحلوة عبدالواحد دل باشتغلبون سياسة. الحلو ما داري الحق بالاتفاك. لانه الحلو لحد اخر لحظة والحلو عبدالواحد لانه القبيع استيوب دل دل ما تبع الحزبة شوية. دل ما مغفى النافع. اقول حزبة شوية ده. في زول عنده عقل. زول عنده عقل و عنده مخ. بنكون ذاته انآمنوا. لإليان ذاته رائعين دو أغبروا بيامن. ستايلين ذاته رائعين. قربة تشوف ذاته رائعين. الشواعين ذاته كفروا بيام. ولكن ذاته رائعين كفروا بيامن. الشواعين ذاته كان قابلوا بيامن. في ازال عاقل عنده مخبض. بالشواعين ما سيكون. مش جاري ورا الشواعين مفتكر انه برفع التمل. انو والله الشارع ما هم كان بعولوا على الشارع. الحلو ما غشو? الحلو ما غشو قالوا له والله الشوعين دل يا اخي الشارع حقنا. الشوعين قالوا له والله. الشوعين دل ما يتفر عنو. جاتهم فترة كده يتفر عنو. خشوا القصر الجمهوري كده لما يعايلوا للنيل كده وبتاع صدقوا خلاص. بيقوا زي فرعون. او لي سليم والكميسر وهذه الانهار تجري من تحتي? اتفرعنوا وما صدقوا. اجياتوا اللحظة كده بتاع اتفرعنة. قالوا للحلو عبدالواحج ما تمشوا المفاوضات. جبريل ده كوز وميني كوز وعجار كوز. التلاتة ده التهمته انجازة ويزعبوا لأي اتفاق. نحن النزل هنقدر عليهم بالشارع. ده الاتفاق كان كده. انه انتو تخليكم في موقفكن. نحن الامور مزبطة والشغلة دي ماشا كويس. والعساكر دين نحن ما اغبية. ما انت زون من تكون ما عندك مخ. ابعدون من قضية ملف السلام. باعتبار انه الكرتل قالوا الخطيب انه سنتحاله مع الحلو عبدال. الجماعة هس يدوا بعرفه. الحلو يدوا بعرف انه قالوا والله المسألة دي دارين يقطعوا الطريق عليه. او يلحقوا لي باتفاق جوبا. والله يلحقون باتفاق جوبا وتجي تقعد في الصفة الولى هناك. لانك ستيوبت. لانك ستيوبت. البلد دي ما بتنتظر. البلد ما بتنتظر. الان كل المواحد بيعملوها. سرقوا اننا انها مقدس طوري. المجلس مقدس طوري. اللي هو اه ما بعرف مجلس شركاء الفترة الانتقالية مقلس غير داستوري. منل قال لكم عدا دستوري. مينو مينو قال لك ما دستوري. هي اتفاق ايا ايا وسيخط قد دستوريا. سوال انا دراس لكم. سوال الوزير وصيغات كندي دستوريا انا بس بسألكم سوال وصيغات كندي دستوريا. وصيغة لعمل تدي دستوريا. حكومة تكون قاعدة دي حكومة بتاع السورة. بيات وسيغة تتكلمين. جيبوا وسيغاتكم دي كله وسيغة فيها وزير الدولة. سوال بسألكم. هسي وزيرة الخارية ده شرعي سوال. ما دي له عمارة بمئتان وتلاتين الف دولار مقدم بتاع ستة شور في الشهر الواحد جاژ في غردين سيتي ما جل الله عمارة اربعة طوابق بخمسة وتلاتين الف دولار. ده وزير ما شرعي زادته. جيب جيبوا الوسيغة دستورية. ياتوا وسيغة دستورية تتكلم عن عن وزير دولة. يا توسيغة. جيبوا وسيغة دستورية. ياتوا وسيغة دستورية بتتكلم انه في نائب. انه الفريق حمدان دقلو حفظه الله في حل وترحاله نائب رئيس وجلس السيادة. يا هاتو وسيغة بتتكلم عن الكلام. يا هاتو وسيغة. ايتم جايين تتكلم عن وسيغتكن يا هاتو وسيغة. فلاش كلام فاضي معاكم. ايتو الان حسيتو نفسكن انكم اتبليتو. انه في واقع جديد. تصفير العدد. سعادة الفريق مني. حفظه الله في حل وانت راح عادة. قال لهم نصفر العدد. شغل ما هو انت الشغل ده? انا دار اسألكم انتو شغل ده? دار انت اجيبوه باشنو? منطق ولا? عضلات. كان عضلات. انتو عضلات كن انتهت خلاص. شارع مشى خلاص. الشارع مشى خلاص. ما في شارع تاني بيجي. ما في شارع كان من شو رقحت. ده انا كلم ده قلتوك ده نعمة سورة دهك الشارع. يلا هاتلعوا ورونوا عضلاتكم. دهك الشارع مش دهان تسقطوا الاتفاق ودهان تسقطوا ودهان تسجته مني ودهان تسجته جبريل ودهان تسجته عقار دهك الشارع. يلا سجطوك. ايتو بتخوفوا ديال باشنو? العددد ده ما بيصفر. الاتفاقية دي كلها جامت دالمعادلة دي. جامت بمعادلة انه نحن نملك الشارع انه نحن اصحاب القوة ونحن الفاوضنا العسكر ونحن نشكل الحكومة ونحن عندنا سبعة ستين في المية والزارعنا غير الله يجي قلعنا. نفسي كلام نافع. نفسي كلام نافع لكن تغير نافع وجب هذا النافع جو هؤلاء الهوانات. لكن نافع نشهد له انه كان رجل. نشهد له نافع انه كان رجل. ولان لا نسابت راجل في مواقفه يعني. انزلوا الرجال ونازلوا. نافع الكام يقول لك هس يقعد. لا بتقدر تعيله في وش ولا بتقدر تحاكمه ولا بتقدر تفتح لهم ولا فساد حاكمه. كويس? ده منطق كنا قامت به الثورة. المنطق اللي اتفرض بها حكومتكم دي. الاخصاة فيه كل النشط. هسا احمد الضيب بشارة يتحاكم. واخرين خرجوا كده تاهوا في الارض. الف افريقيا الف اسيا. الناس تاهد في الارض. الناس العملوا الثورة. الناس مع مرة كان بيهتف. اول زل طلع في الثورة. دكتور الجزولي اللي تسجن وسجنات الان غاز. الان قاعد في تسجن. افتريته على الناس. افتريته. لان الزارعنا غير الله يجي يقلعنا. ماشي تقولت الزارعنا غير الله يجي يقلعنا? هس يجاك مني وجبريل. يجاك مني. يجاك جبريل. يجاك من هالك عقار ودال كيزان. اه. دال كيزان? دال كيزان وجاين يقلعك. ماشي تقولت دال كيزان? هسه ما تخجل تقول مني كوس? هسه ما تخجل تقول مني شارك الحكومة? هسه ما تخجل تقول جبريل كوس? عشان ما تغشوا الناس. انا الكلام ما بقول لانه ده دين الواقع بتاع البلد. الناس دين فرضوا نفسا وجاعدوا? قاعدوا لانه هما افتكروا نفسا انه هما مالكين الشارع والبلد حقتنا والزارعنا غير الله يجي يقلعنا. وماشي عملوا دين مع العساكر بحماية اليماراتية وبحماية السفيرة البريطاني اللي قاعد تحسها. الليلة جوك دل بنفس المنطق. الليلة اتفاق السلام تتفق تختلف معه. مشوا العساكر لانه العساكر بيش تغلوا سياسة ووقعوا اتفاق سلام. الان اتفاق السلام ده بين العسكر والحركات المسلحة. ترضى ما ترضى دي تحية تخصها. مش قلت الزارع غير الله يجي يقلعك. يا اخي ديك يا ها. انتو ده ما عجبكم. غيروا الحكومة. بس. انا اقول لك بالواضح. خلوا البكي. انو والله عقار ما بعرف اشان مكاسب الحركة. ولانو انا عمل لي. وما بعرف تاني قال شنو. كده خلنا اشوف تاني عقار قال شنو. مصادر الصلاحيات المجلس التشريعي. وفي مجلس تشريعي? اتو تغشوا على منو? منو نغيب المجلس. انا دار اصابكم نغيب المجلس التشريعي منو. اتو قال لك العساكر كانوا راضين اي مجلس تشريعي? العساكر ما هم رفضوا المجلس التشريعي. لكن قحتي رفضوا تم مجلس التشريعي. ليه? لانو بيعملها هدك. لما يجي مجلس تشريعي ويكون قاعد قحتي عمرها ما اتكلمت عن المجلس التشريعي. ولانو ما بيتكلم عن المجلس التشريعي. لانو بيعمل لون هدك. ما هو المجلس التشريعي ده? الناس لانو ماشوا قالوا المجلس التشريعي ما تجيبه قحت. المجلس يجي من السوار يجي من انا المجلس التشريعي وين? الان المجلس التشريعي اصبح بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة. يجو قعد في المجلسة الشدار والعسكر بيمرروا للعسكر والشدارة وقحت يمرروا للعسكر. بس اتفاق. انتو قحاتا دارين شنو? دارين تعينو ناسكن. عينو ناسكن. في البترول في الطاقة في كل حي. اكلتوا قلوة. العساكر دارين شنو? العساكر ادون سيادة البلد. ما تجنبوه ما تحاسبوه ما تحاكموه. ما دي الشراكة غيبتوا المحكمة الدستورية. ليه ما في محكمة دستورية في البلد. مينو الحل المحكمة الدستورية في البلد. يتون تغشوا على مجلس التشريعي بتاع شنوه? الليلة نما انحسيتوا ان المجلس التشريعي الحركات المسلحة هتشيل 25% من نسبة 67% هتشيل حركات المسلحة 25% نما انحسيتوا ان كنتوا الليلة كمكون بتعقحت فقدتوا الباور حقكم. جاي انتبكوا في الشارع? خوزاتوا يدوكم لا لشنو? سوال. انت هسه يدوكم لا لشنو? سوال انا بسألكم. انت هسه داني يدوكم المجلس التشريع وداني يدوكم الصلاحيات وداني يدوكم الكلام ده كله يدوكم لشنو? سوال. عشان تعملوا بشنو? سوال بس انا بسألكم. دايين تعملوا بشنو? سلموا عشان تساووا بشنو? فهم كله وشنو? قدرت كله وشنو? ناس عطالة وناس محن لكم موضوع كويس? والباكل بيعمل فيه عبدالعزي حلو والباكل بتعمل فيه وانه والله يتكون الان اتفاقية السلام هذه اتفاقية نافدة انا بالنسبة ليك مواطنة سودانية. هذه الحركات المسلحة من جبريل عقار ازا البلد دي فيها تكسيم بتاع سلطة ولا محاصصة ولا ناس يقعدوا يحكموا في البلد زندية يقعدهم. لانه ناس عندهم قضية. ولانه ناس عندهم برنامج. ولانه وقف الحرب مقدم على كل شيء. انت مجد قدت الستة اشهر الاولى للسلام? خلاص نحنا دايين نوقف الحرب. مني وجبريل دايين ما انه اي فهم بس لانه جايين من لانه حربتنا من غسل ثلاثين سنة خلاص نقطة سطر جديد بس ما اداري منه اي حاجة تادي. انت دار تقعد في محلونا شان تنعوش. يا انا يا اطفية يا انا يا احرقة تحرقة جلد. ما تشوفك. اوي ما تشوف الجلد وتاع شويني. داك يا هل بلد تحرقوا. اقول ريال لاغ الشارع. ما تشوف ديوتة اندي? ما تشوف فرفرة اندي? ما قاعدين في البر? خليها تسخن شوية كده. خليها حبة تسخن. والله كلهم بزوروا. بب 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 بب. بركب طيارتي بتخارج. دا كلام بتاع جراية ساكت. وحرامية. اتوا هسا دارين لكم. اتوا دارين لكم حاجة. اتوا ما بحاكمكم نادر العبيد بس. هسا نادر العبيد ادوهم ثلاثة يوم. موندي الليلة بكرة ادوهم ثلاثة يوم. نادر العبيد الزول بيتعزير وفساد داك. هقال لك ازا اختلفا للصان. ظهر المسوف. نادر العبيد ادوهم ثلاثة يوم. وحلف قال بحال ثلاثة يوم اللي هي مدة بتنتهي بكرة. قال لون انا هوريكم اي جرش اخدتو باكم. بيت تفصيل المميل. قروش كنو عملتو شنو. هسا وجي صالح بيرجف من فوق الهتيحة كده. لانه كله مفاسدين. ولانه كله حرامية. انتم ما تهددوا. بل حلو حقك لانه ما تهددوا. الدولة السيدانية بتتهدد. شوفنا اكلمكم ما في ظل بيهدد البلد دي. ما تهددوا. قاعد لك في جبال كوة اللي عندك طيارتين ولا عندها خمستاشر. قال لك تعالى السلام ما في ظل رفضك. قال لك تعالى السلام. مش هتعنت براك قلت دار علمانية. وعلمانية دي علي اليمين لا تطبيقها في بيت امك. اكلمكم عديل يا. حلو وشوعين والصعاليك. هسي غانونكم بتاع الاسرة وطبيقوا في بيوت اهلكم. لان كم لعندكم دين ولعندكم اخلاق. هلو نسابين كن يعملوا الدارين يعملوا? ما في مشكلة. بناتكن يعملوا الدارين يعملوا? لكن والله وعزة الله وجلال هو بيتطبيق في الشعب السوداني. انتو خيابة من اصلكم وربنا اصلا كتب عليكم الخيابة. ولا بتشبه السودانيين ولا بتشبهوا حراف السودانيين. هيا افعل ما تشاء. خلوا نسابكم يساووا الدارين يساووا. وخلوا اولادكم يطلعوا زي ما دارين يطلعوا. دي حاجة تخصكم انتو. لكن لكن كبلد. كبلد. ما بتفرض عليها حاجة غزبا عنها. عشان نكلمكم. ما بتفرضوا علينا. الشعب السوداني ده انتو ما بتعرفوه كويس. لانكم منبطين الصلة. منبطين الصلة ولا عندكم علاقة بالشعب ولا عندكم علاقة بقيمه ولا عندكم علاقة باخلاقه. ما في زول بيفرض على الشعب السوداني ربي اولاده كيف? ما بتفرضوا علينا. اي انت اولادكم ربون زي ما دار انت ربون? ما في مشكلة. لكن ما بتفرض على الشعب يربي اولاده كيف? ما بتفرض على الشعب يربي بناته كيف? ما بتفرض على الشعب السوداني لانه جيد ديمقراطية. نحن ما نتكلم عن الديمقراطية اللي هي حكمة الاغلبية. ما تكلم عن حكمة الاغلبية. تكلم عن الديمقراطية. ما دارين لنا دارين لنا زندية داك الشارع. اصلا ما تكترو كلام كتير. عشان ما تقعد تكترو كلام كتير وتقعدوا تجوتوا والله نحن دارين تسووا داك الشارع. داكو الشارع. الدارين تعملو اعملو. دا انت سجطوا حكومة سجطوها. دا انت سجطوا عساكر سجطوا عساكر. دا انت سجط حمايتين ما سجطوا. في زول ما سكوا من الدينكم. ما داكو الشارع. اما الرجالة فنجفوها في فعلها لا في الكلام. وهنا بيقول لك السواي ما حدس. السواي ما حدس. داكو الشارع. الان اتفاق السلام ده لا بد انه يمضي. لانه دي الفرصة الاخيرة نحن قعلنا قوله الان نحن واشا نختم باللايذ. نحن الان الفرصة الاخيرة. دي اسمع الفرصة الاخيرة بتاعت السودان. وربنا هيا الفرصة دي. نتفق نختلف في شكل السلام في طريقته دي حايا براه. لكن ربنا هيا هذه الفرصة لانه دي الفرصة الاخيرة. فرصة الاخيرة. يا اما تتعقلوا. والفرصة الاخيرة دي تجي حكوم تتجاوز كل الصراعات. ويجي رئيس وزراء يتجاوز كل الصراعات. ورئيس وزراء خارج منظومة قحل. من هسا شم تكون عارفين. يجي حمدوك نحن ضده. يجي 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 نحن ضده. يجي براهيم الشيخ نحن ضده. اي زول فاسد نحن ضده. اي زول يجي من داخل المنظومة دي بكرة تقول والله في اطار التسويات نحن ضده. نحن دا هي الرئيس وزراء يقدم برنامج اقتصادي عشان يمرق البلد دي من ازمة الاقتصادية. ده البايارة حقنا الان. عشان يحل مشاكل البلد دي الاقتصادية. ويحل مشاكل البلد الاجتماعية. لانه دا هي الرئيس وزراء عنده افق سياسي وعنده افق اقتصادي. وده رئيس وزراء مقبول. الشارع السوداني كله يقبل. ده رئيس وزراء بمواصفات. يخاطب جزور الازمة السودانية. ده رئيس وزراء يمشي يوقف الصراع الفي ابو ديليك. ده رئيس وزراء يخاطب الناس الفي الشرق. ده رئيس وزراء يخاطب الناس الفي الشمال. ده رئيس وزراء يخاطب الناس الفي الغرب. ده رئيس وزراء لما يطلع عشان الناس كلهم يلتفوا حوله. مش لانه لونه ولا قبيلته ولا شكله. لكن لانه يملك البرنامج الوطن الوحد الشارع السوداني. المرحلة دي هي المرحلة الفاصلة ودي الفرصة الاخيرة. ده اخر تانس بالنسبة لنا. يا اما نستغل التانس ده صح. كويس? وتخلوا الجرجرة حقكم والبكة حقكم والتطبيل حقكم سرقتوا بما فيه الكفاية. سرقتوا سانة شوية لو ضربنا عليكم انتو سارقين في البلد دي في خلال السنة وشوية سارقين ما لا يقل عن خمستاشر مليار دولار جنيه سودان? دارين ورقة وقالوا والله اضرب عليكم. قحتي دي مما استلمت الحكم مش هار ثمانية? والليلة نحن في شهر حداشر خمستاشر شهر خمستاشر شهر دي انتو اتليس اتليس سارقتوا فيها ما لا يقل عن خمستاشر مليار دولار. نجيب نضرب عليكم موارد البلد. الدخلة والجابة كلها. نضرب لكم تضريب. الخسارات الترتبت على البلد. اكتر من كده. التكلفة بتكون اكتر من كده. اكتر من كده تكلفة البلد. خب الصهر مليار. وممكن تكون ازياد من كده. دي خسارات دفعت البلد. وبعد ده ما مشكلة. خلو اتنش. مش بيجد في القرش? خلو اتنش. بتعوض. الاموات ستعوض. السودان ده مهما نهبه عنده خيراته. لكن ازا ازا فقدنا الوحدة. ازا فقدنا اللحمة الاتماعية. ازا فقدنا الوشاية الاتماعية. ازا فقدنا القيم بتاعتنا. قيم التسامع وقيم التماسك. ازا ازا فقدنا فقدنا دي الترابط البربط الناس كلهم كده. لما تجيب لوحات السودان دي تشوف الشمال والشرق والغرب والوسط التنوع ده. ازا احنا فقدنا ده ومشينا في اطار الصراع. اصبح ابناء العمومة في ابو دلك بتكاتلوا. واصبح ابناء العمومة في الشمال بتكاتلوا. واصبح ابناء العمومة بتكاتلوا في الخرطوم. وبيتكاتلوا في الغرب. وبيتكاتلوا في الشرك. اذا الناس الصهر والزاوج اصبح يتكاتلوا في الشرك. احنا معناتهم مقبلين على فترة. وليه? وليه نحن? وليه نحن نضيع البلد? ليه نحن نضيع البلد دي كلها. ليه نحن? ليه? ليه نحن نضيع انه البلد دي جاتنا فرصة. الان جاتنا فرصة اخيرة. جاتنا فرصة انه نعيد. خلاص اتعلمنا الدرس. تعلمنا التجربة. انت كشوعي ما مقبول ولا عندك رؤية. ولا اسلامي تقدر تدوس وان. لكن اذا اذا تحول الشعار ان نقول عليكم والله وما تخلونا نركب راس. ما تخلونا نركب راس. عشان ما نقول بكرة كل شوعي ندوس ودوس. لانو دي ما لغتنا. دي ما لغتنا. نحن ماذا يقول والله المعادلة بكرة الاسلاميين ويسارين. لانو لو بكرة قلنا المعادلة الاسلاميين ويسارين. السودان ده من الدل فيه من اقصى يمين ولا اقصى شماله. والله راجل وادمرة بيقدر تانو بفتح خشم ما فيه. ماذا ينمشي المعادلة ايه? لانو دي ما شعاراتنا ولد ادبنا. ما دعين نقول والله ده دوسو ولا ده دقو ولا دبلو. لا قاعدين نقول التوافق الوطني. قاعدين نقول اجمعوا لحمة البلد. وحدوا الجبائل. وحدوا الشعب. اطرحوا برنامج يوحد الناس. اطرحوا برنامج يجمع الناس. انبزوا الكلام السيئة. قاعدين تقولوا فيه ده. لكن انت دارين تركب راس. دارين تركب راس. دارين تفوتوا الفرصة دي. فرصة الانتصار للوطن. والانتصار للثورة. كويس? والانتصار لقيام البلد. دارين ندوس. والله نكلمكم. الحشاش ملة شبكتك. والسواء ما حدس. سواء ما حدس. امشوا اجروا التاريخ بتاع السودان ده كويس عشان تعرف انا قاعد اقول في شنو. عشان تعرف انا قاعد اقول في شنو. الناس ما بيتكلموا عن اللغة بتاعتها. ليه لان احنا كلام عن اللغة ليه? لانو ده. لانو ده ده ما الهدف حقا. انت هدف قدار تنتقن. انت هدف قدار تسأل. وفي شنو معارف. حس اجيب لك شواعي. دار تسأل لشنو? يعني انت دار تسأل لشنو? حس اجيب شواعي. جيبوا من صدق يوسف لابنة شواعي. انت مشتقتك مع الانقاذ شنو? بس اسألوا سؤال. قل ليه? كتلوا امك? اغتصبوا اختك? سؤال والله مباشرة. جيبوا لكم شواعي. قتلوا لك منه? اختصبوا لك منه? حرقوا لك كم? مني جبريل ودينا القاعدين ديل? هاي همه ما ما بمثلوا دار فور. لكن دار فور بتتكلم عنه الان جا انت تريقوا فيها دي. مات فيه اكتر من تلتمية وخمسين الف نفر. وبعد الناس مستعدين انه يجلسوا للسلام. دار فور دي اتكتل فيها تلتمية وخمسين الف. وفيه اكتر من ثلاثة مليون لاجي الان بين تشاد وبين الفين في اوروبا دي. وبعد دا وبعد دا انا بقولها لكم. خلص اصوات النشاس اللي بتتكلم هنا وهنا من اولادنا دين. بعد دا نحنا كابنا دار فور. وكناس جايين من الحرب والله لا نحمل دغينا لزول. وجاهزين انه نجي نقعد لاجلي مصلحة البلد. مزلي مصلحتنا نحنا. ولا لمصلحة احزابنا. لكن لانه نحنا نفتأ نعرف انه وحدة السودان دي. التمن حقها غالي. وقدمنا التمن احنا. ما في زالة زايد علينا. عشان ما تجيززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز يوم القيادة ما هربوا وما شو خلوا. المات في الغيادة الان أغلب ابنها هامش واغلب ابنها ابنها اسلاميين واغلب ابنها الشعب والفقر من ابنها الشعب. تعال جيب له اجبوا لي قول لي قرار القيادة ماتko ماتки اساري واحد جيبه قول له في القيادة دي مات فيها molecule انجرح فيها اساري واحد ما هربوا يوم يوم القيادة اللانه كان عارفين انه جايين يفضوا الاعتساموا وسحبوا ناسهم كلها وقفلوا التلفونات وجاروا ماشوا زعوا. قدموا شنو? عشان ما تزايدوا على الناس. في الثورة دي لا قدمت فيها شهيد ولا قدمت فيها دم ولا قدمت فيه اي حاجة. ومسيرة التلاتين سنة ما قدمت فيها حاجة. ما قدمت فيها شيء. عشان ما تجي تزايدوا على الناس. الناس الهس يجاعدين دل تتفق تختلف معهم اهلهم قاعدين في المحسكرات. وبعد دا جايين يقولوا نحن ما جايين ننتقب. يا اخي في رسالة اكبر من كده. زول بيجي اخو كتلو. الشوعين الهس يرافعين شعارت داينة دوسة دا زول اخو كتلو. وعندو اخو تاني كتلو. اولاد عمو كتلو. مني دا كتلو. اقرب الناس له كتلو. بالعشرات الليلة اللي يجابون. اللي يجابون بالعشرات. الليلة واحد فيه اللي وديته لسه يكتب لك عشرات من اهلو كتلو. انت شايفون مرتزقة وشايفون تجار حرب وشايفون لكن بعد دا مرتزقة وتجار حربي دا الام بيقدموا خطاب تصالحي للامة دي وبينكس خارطة بتاع الطريق. انت كسياسي والام بتتكلموا عن السياسة وحياتك كلها قضيتها في السياسة. قدمت خطاب شنو? قدم الفرج الناس منو? انت ما اسألت نفسك ليه? ليه الليلة? تعال ان اسألكم. وخليكم صادقين جدا. انت الليلة كقحت? ليه الليلة اولادة? غريب دا كلهم بكراهوك؟ خلي شاربوا ليه بكراهوك؟ ماسؤال ليه بكراهوك? ليه الليلة تقحت هيى غريب دا weekly هوك ليه؟ دا سؤال. انت ممكن تجاوب عليه. انت الليلة كقحت ليه منبوصة الشمال في الشمال منبوص. انت كقحت الليلة منبوصة شارب ليه؟ ماسؤال. سؤال جاوب عليك بتقدر تجاوب على السؤال لا? القضية قضيتك انت ما مع الإسلامية. ولا صراعك مع الإسلامية. انت صراعك مع الأمة دي كلها. لانك انت خرجت عن المألوف. لانك الان شغال تشعر في نار حرب. شغال تشعر في الفتن. بطلوا المزايدات. بطلوا المزايدات. لانه لو جينا نجسم الولاء في البلد دي والتضحيات في البلد دي بتطلع صفر كبير. ولا بيأهلكم انكم مش طلق تكور. والله حتى في الاستاذ ذاته ما بأهلكم. لو جينا نجسم التضحيات حاجة الناس وجبنا استاذ خرطوم اللي ابيناكم في استاذ امال ريخ وقلنا. زولال بضحي ينزل السنتر والما بضحي يقعد ورا الشبكة. والبعدي يقعد في المدريات. انتم والله ما تقعدوا. شو οι من استاذ خرطوم يمكن تقعد في هم دي رما. هو هم دي رما Bilian هناك عشان طشقها عشان تصل الاستاذ خرطوم لانكم ما قبيلتم اي تضحي في البلد دي. ما قدمت اي تضحي في البلد. لا في الاعتصام قدمتم ولا في السورة ما قدمت اي تطحة كنت عبارة عن عملاء ومصادر بتاعين جهاز ومصادر شغالين لبرا شغالين لمصالح كتر. عشان كده دي الفرصة الوحيدة. الربنا جاب على البلد دي. انه نحن جاتنا فرصة نقعد في الارض تحت. نوحد البلد نجيب حكومة بتاعت كفاءات حقيقية. كان قلنا لفترة انتخابات. ما دايرين دي. دايرين تمشي في الاتجاه التاني لكن قبل ما انت تدفع المنسكة ستدفع ثمن البلد. انا اصلى الله سبحانه وتعالى انه يحفظ البلد. اصلى الله سبحانه وتعالى انه يحفظ البلد. انه يحفظ البلد. يسلمه من كل شرق. دي داعوات بس. انه تحصل لحظة بتاع التعقل. لحظة التعقل. تعقل. الناس يتعقلوا. ولا ناس من دي رمان زاته بيقبلوا بها. صدقت في كلامك. لكن لحظة بتاع التعقل. البلد ما بتحتمل. عشان نكلم كل. الظلم فيها طغى. وناس كتار مظالم لكن ساتين. وعندنا السلاح وعندنا القوة وعندنا القدرة. ناس كتار الظلموا. لكن ساتين. لانه مقدمين مصلحة البلد. نصلحة الوطن. في ناس ما بيفهموا اللغة دي. استغلوا الفرصة دي. خلونا استغل الفرصة دي. اننا نمشي في اطار نلملم نلملم جراحة البلد دي. عشان ما تكبر الجراح. عشان الجراح ما تكبر. لانه لو الجراح دي كبرة تاني ما بتتلم. البلد دي كانت فرتقت ما بتتلم. البلد دي لو فرتقت ما بتتلم. البلد دي ما بلد ما جميلة واحدة. ولا قبلتان. البلد دي فيها ميات القبائل. كل زول عنده دغينته وكل زول عنده غبنه. لكن الناس بعد ده بيحزروا. عليه بعد. ليه? لانه النهاية خلاص الناس. في امل بتاع الدولة واحدة. في امل انه بكرة يصالح الواقع. في امل. ما تفقدوا الامل لا. لانه الشغلة دي لو يتفجر. في جاراتها سياجة. اصلى الله سبحانه وتعالى. اصلى الله انه يصلح البلد اصلى الله ان احفز البلد. اسأل الله انه يحفز الامام. يقومه سالم الناس يدعو اليهم. الناس الدومو متاخرين. ادعو للسيدة الصادقة المهدي ربنا احفزه. انه يحفزه. يج 분들은 الله يحفز البلد كله. ويحفز كل الناس. وكل زول بيقدر يساهم فيه. انه البلد دي تتوحد وانه البلد دي هم دارين يا فرتقالك ان نحنا قلوا طوبة طوبة. دايش عارون. الشويعين قالوا طوبة طوبة. لكن نحن ماذا داينا فرتقة طوبة طوبة. عشان ما نحقق لون هدفون هون. عشان ما نحقق هدفون هون. نحن داينا اليمبة. والطوبة اللي واقع دايما رجعها. والشقة الحصل داينا نبنيه. وش اي حاجة خربة داينا رجعها. وقادرين نرجع. قادرين نرجع لانه الان محتاجين لليدر. البلد دي محتاجة لقيادة. البلد دي محتاجة لقائد. بس البلد دي مشكلته كلها في قائد. والان عندنا جاءتنا فرصة انه نقدم القائد. اليحفظ البلد ويحفظ امنها ويحفظ بحدتها. بس اصلى الله زالك يعني. لحد ما نتلاقي ان شاء الله في لايك. قدتكم يا عافية.